هي معظم مشكلات الناس الآن إما على مراث إما على قضايا اجتماعية إما على قضايا ابنه زعل معايا أو مجالش في الخرق بتاعي لو مثلا صلة الرحم دي فيها مثلا ناس سيئة السمعة وإن لو ودتهم أو صلة الرحم وصلت الرحم معاهم أنا كمان ممكن تصبني أزية نفسية من هم الناس مش كويس نتكلم بها عن الأمر بعمومة الأمر بعمومة إنه ما فيش قطعة رحم أيا كان إيه هو السبب أيا كان السبب يعني وقلين حق أصل الرحم طب ناس مش كويسة يعني سمعتهم مش كويسة ولو بالتليفون بس ما قطعش لا الوقت وسائل الاتصال ووسائل صلة الرحم أصبحت بسيطة ولو برسال على الواتساب ولو في مدخل غمضان اللي حضريك لسه إيلا كل سنة وحضريك طيب ولحن نستعد له كل سنة طيبية وحضرتك بقى صحة وخير بعد الأيام عام سعيد ياريت نتعزم مع بعض ياريت نفطر مع بعض طرق المرضية يا أستاذة حضرتك بسيطة جدا ولو بأقل القليل ولو باتصال تليفون ولو برسالها بعتها له ولو في العيد ولو في جواز إيه يعني أيا كان إيه هو السبب لا يجوز أبدا لنقطع صلة الرحم بعبارة رسيطة أيها وبالعامية خالص أسيب الباب مفتوح للصلح أسيب باب ربنا ورحمة ربنا يعني ممكن أن الصلح يهيأ ممكن يوقفين أسببنا وممكن أن ربنا حال يتعدل أن ربنا يرأى قلبه يسمعنا الوقتي فيقول لا أنا توبطر ربنا يسمع شيخ يفتح الكرآن الكريم يروح خطبة الجمعة الهداية والأستاذة زينب في لحظة صح وفي دقيقة صح والناس جواها كل الناس بلا استثناء جواها الخير صح وكلنا بلا استثناء عندنا الفطرة السليمة بس محتاجين اللي يأخذ بأيدينا لطريق ربنا آية في المصحف كرآن جمعة خطبة كلمة وبيحصل آية واحدة ممكن تغير حياتك والله ممكن الآن والآن حد يستمع إلينا يكون ده سبب أن واحد ما قطع أخوه يرفع السماعة عليه وممكن واحد هو بيستمع الآن بنقول ما تقطعوش بعض حتى لو قطعت حتى لو مراث حتى لو فلوس حتى لو زواج حتى لو حقوق مالية ممكن الآن يكون واحد بيستمع الآن فيتصل عليه ويكفي أن نعلم أن الله يقول والذين يصرون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم دول الدخلين الجنة طب لها يقطع ربنا سبحانه وتعالى قال لا اللي بيقطع رحمه ده واللي بيبتحد عنهم ده ربنا سبحانه وتعالى يعني فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ربنا سمى قطعة الراحم فساد في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم إيه يزاؤهم يا رب أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصر يبقى قطعة الراحم من الله ما قطعتهم شي حتى ولو بأقل القليل حتى لو باتصال هاتفي وربنا سبحانه وتعالى يهدي الأمور